للحرف اليدوية مكانة عند العراقيين باعتبارها موروثا مكتسبا من الاباء وبابا لعائلات تعتمد في رزقها على تلك الحرف واليوم تنتعش هذه الحرف وتلقى رواجا كبيرا بين اطياف واسعة من الشعب بسبب ترد الوضع الاقتصادي عجزت الحكومات المركزية عن ايجاد هذه الحلول لهذه الفئات لابد من ان تكون هناك حلول وسطية والحلول الوسطية لهذه الحالات هو تفعيل القطاع الخاص وإيجاد المشاريع الصغيرة التي من خلالها يتم استثمار الاياد العاملة في هذه القطاعات صناعة المكانس اليدوية المعتمدة على سعف النخيل كمادة أولية واحدة من تلك الصناعات التي يمتهنها الكثيرون بهدف توفير دخل لا يدفع عنها إلا اليسير في ظل غلاء الأسعار في العراق نقصصها 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 نبلش بها نحوشها نستفاد منعتها تجينا يعني ناس تأخذ من عدنا وعايشين على الله وعليها المكنصة اشتريها بألف يعني هي تطلع 15-10 مكنصات نسوي نشتغلها ربما ما يعيش في القرى والأرياف اليوم يجدوا نفسه أفر حظا من غيره لتوفر المادة الأولية التي تصنع منها تلك المكانس أو غيرها ولأنه ورث هذه الحرفة عن آبائه اشتري السعب واشرنها بالشمس وقصصها واسويها وهذه الشغلاتنا وتعلمتها من أمهات الكبار كان يشتغلنها والله واستفاد من عدها هم البيت استفاد من عدها وهم أبيع عنها أسوي 100 مكناصة أسوي 150 هل موجودة أعتدي؟ الحكومات في العراق لم تسهم في دعم هذه الطبقة الكادحة بهدف رفع مستواه الاقتصادي من جهة ولا حتى في دعم الموروث الشعبي من خلال تسويق تلك المنتجات إلى الخارج من جهة أخرى صناعة المكانس بقيت مهنة للعديد في ظل تقلص فرص العمل وتفشي البطالة والظروف المعيشية الصعبة في عراق اليوم